بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فحياكم الله في الوحدة الثامنة والأخيرة من الوحدات التي تم من خلالها شرح مادة مصطلح الحديث المقرر على طلاب المستوى الأول في كلية الشريعة بجامعة ملك خالد والمرموز لهذا المقرر ب141 حيث لا بأس في بداية هذه الوحدة أن نستعرض ونبين الشريعة التذكيرية التي تذكرنا بالوحدات التي سبق بيانها وشرحها فقد تم شرح الوحدة الأولى وكانت عن بعض المقدمات ثم الوحدة الثانية في بعض التعريفات الأولية ثم الوحدة الثالثة وتتكلم عن تقسيم الخبر باعتبار طرقه وباعتبار رسوله إلينا إلى متواتل وآحد والوحدة الرابعة تكلمت عن تقسيم الخبر باعتبار قائله إلى حديث قدسي وحديث موقوف وحديث مقطوع وفي الوحدة الخامسة تكلمنا عن الخبر المقبول وأقسامه الصحيح والحسن وفي الوحدة السادسة تكلمنا عن تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به وما ينتج عن ذلك من أنواع علوم الحديث وفي الوحدة السابعة تكلمنا عن الخبر المردود وأسباب رده وأقسام ذلك ونماذج منه واليوم في الوحدة الثامنة والأخيرة سوف نتكلم عن غريب الحديث إذن الوحدة الثامنة عندنا تتكلم عن هذا الموضوع الحيوي والمهم وهو غريب الحديث سنتكلم فيه عن بعض المسائل اليسيرة وأولها تعريف غريب الحديث كلمة الغريب في اللغة الغريب هو البعيد عن أقاربه فإن الإنسان إذا نأ به الزمان وأصبح بعيدا عن أقاربه يعيش في مكان بعيد عنهم فيقال له غريب والمراد به هنا الألفاظ التي خفية معناها يقول صاحب القاموس غروباء ككروماء غمضاء وخفية غروباء ككروماء يعني من حيث الوزن غروباء ككروماء فغروباء وزنها كروماء ومن حيث المعنى معنى غروباء أي غمضاء وخفية أما التعريف للصلاحي فهو غريب الحديث المقصود به ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها وهكذا وقع في أحاديث كثيرة ألفاظ غامضة تحتاج إلى بيان وتجلية فيرجع بعد ذلك إلى كتب غريب الحديث لتفسيرها وبيان معناها وقد اهتم المحدثون بذلك كما سيأتي فألفوا في ذلك مصنفات المسألة الثانية وهي أهميته وصعوبته هذا الفن وهو معرفة غريب الحديث فن مهم جدا يقبح جهله بأهل الحديث واللغة العربية واسعة متراملة الأطراف حتى أثر عن الإمام الشافي أنه كان يقول علماء لا يحيط بها إلا معصوم الحديث واللغة وبالتالي فليحاط بها صعبة لكن مع ذلك يقبح بأهل الحديث أن يجهلوا هذا الفن وما يتعلق به ومع ذلك فالخوض فيه صعب لذا فليتحر وخائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه صلى الله عليه وسلم بمجرد الظنون وقد كان السلف يتثبتون فيه أشد التثبت كما كانوا أيضا يتثبتون قبل ذلك في تفسير القرآن المسألة الثالثة في غريب الحديث وهي أجود تفسيره أي كيف نفسره وما هو أجود شيء يمكن أن نفسر به هذه الألفاظ الغريبة أجود تفسيره ما جاء مفسرا في رواية أخرى أو في حديث آخر هذا هو أجود تفسير لما جاء غريبا أو غامضا أو خفيا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يفسر بطرائق أخرى كلغة العرب وبعشبهها مثال تفسير ما جاء مفسرا في رواية أخرى مثاله حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في صلاة المريض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب اللفظة الأخيرة هذه فعلى جنب جاء تفسيرها بعد ذلك في حديث علي رضي الله عنه ولفظه في حديث طويل قال على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه مستقبل القبلة بوجهه ففسر لنا ما ورد غامضا في الحديث الأول في أن المصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما ولا قاعدا فإنه يصلي على جنبه طيب كيف يمكن يعني معرفته جاء في حديث علي رضي الله عنه تفسير الكيفية التي يصلي بها على جنبه أنه يكون مستقبل القبلة بوجهه وأنه يكون على جنبه الأيمن هذا هو أجود تفسيره فإذا لم يوجد في الحديث أو في الرواية الأخرى ما يفسره فيلجأ بعد ذلك إلى كتب اللغة وكتب الغريب في هذا الباب آخر مسألة عندنا وهي أشهر مصنفات فيه كما ذكرت سابقا أن المحدثين اهتموا بهذا الفن من علوم الحديث لكونه يترتب عليه ما يترتب من فهم المعاني التي يترتب عليها بعد ذلك معرفة الأحكام والعمل بها فألفوا في ذلك مجموعة من المصنفات نذكر منها على سبيل المثال كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وأيضا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري وهذا الكتاب الحقيقة هو أجود كتب الغريب وقد اجتمل على كل الكتب التي سبقت هو زيادة ثم أيضا من المؤلفات في ذلك الدر النثير للسيوطي وهو تلخيص لكتاب النهاية السابق لابن الأثير ومنها أيضا كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري هذا ما تيصر قوله فيما يتعلق بغريب الحديث وهو خاتمة ما تكلمنا عنه في الوحدة الثامنة وهذه الوحدة هي خاتمة ما تكلمنا عنه في مادة مصطلح الحديث نسأل الله تبارك وتعالى أن يفعنا وإياكم بما علمنا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبعوا أحسنه والله أعلم أصلى الله عن نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته